تمر العملية السياسية في العراق سواء بحكومة سابقة أو لاحقة بعدة أطوار تبدأ بتوافقات الأحزاب المتنفذة بناء على توجيهات الخارج ثم تقسم الحصص فيعترض جزء ويرضى آخر وبهذا تستمر رح الصراع بالدوران طاحنة تحتها أي أمل بالتغيير جولة ثانية من الصراع تستهلها الأحزاب الحاكمة على ما تبقى من حقائب وزارية غير شاغرة وتشير الأنباء الواردة من البرلمان إلى أن حقيبتي الداخلية والدفاع هما مدار الصراع الأشرس بعد أن نال 14 وزيرا من مجموع 22 ثقة البرلمان ولا يبدو مصطلح الحرية التي قال عبد المهدي أنه يتمتع بها باختيار وزرائه إلا نوعا من الغطاء بنظرة سريعة لملفات الوزراء لتظهر حقيقة قربهم من زعماء الأحزاب والميليشيات فتحالف الفتح يرى حقيته بوزارة الداخلية وما زال متمسكا بفالح الفياض كمرشح للمنصب وهو ما يراه كثيرون ترجمة لرغبة إيرانية صريحة بالأمر وعدم السماح بخروج الداخلية من دائرة موالين لها في العراق كما أنها تريد مكافأة الفياض على انشقاقه عن العبادي حينما قضي على حضوض الأخير بالولايات الثانية تستمر الأحزاب بملاحقة الوزارات بصراع لا يقل ضراوة سواء على منصب وزير الدفاع أو التربية أو التعليم العالي والتخطيط كلا حسب حصته وفقا لمبدأ المحاصصة كما قال النائب محمد اللقاش الذي أكد أن الأحزاب تحاصر عبد المهدي بشروطها للحصول على مقاعد في تشكيلته الحكومية أما في الشمال يتنازع الحزبان الرئيسيان في كردستان العراق على وزارة الهجرة والمهجرين في ظل عشرة أيام فقط هي المتبقية لإكمال التشكيلات الحكومية ويرى مراقبون أن حكومة عبد المهدي ستكون الأقصر عمرا في حكومات ما بعد الاحتلال إذ أنها تخضع بدرجة كبيرة لتجاذبات الإقليمية كما أنها تواجه صخطا شعبيا واسعا لاحتوائها على الوجوه ذاتها وبذات الأركان ترى كيف سيكون رد الشارع حرق القنصلية ومقار الأحزاب في البصرة مؤخرا ماذا سيفعل وهو يرى الفاسدين يحكمون قبضتهم على البلاد مجددا ترجمة نانسي قنقر